محمد احنا كنا تسعين دياء من الاستحواس وتسعين دياء نقدر نقول من الفرص الضائعة ايضا يعني عندنا كم كبير جدا من الفرص اللي احنا ضيعنا ومن هجمة واحدة لي الرجاء قدروا اللي هما يجيبوا منها جول فالخلل اللي موجود هنا فين علشان ما نقعشف نفس الخطأ تاني في المباراة بتاعت ذهاب هدف عبدالالله مذكور الجافة دياء الاولى من الوقت المحتسبة نضاعش هطلق اول الهدف ده لخص الاداء الدفاع بتاع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة كلها دلوقتي جمهور النادي الاهلي بقوله يا رب نطلع في مرة ما نستقبلش هدف في مشكلة في قلب الدفاع غياب بدر بنون غياب مؤثر هذا المغربي القادم من الرجاء المغربي منذ موسمين مشكلة انه لعبي الارتكاس في نص الملعب بتاع النادي الاهلي ما بيرجعوش قدوا ادوارهم دفاعية ودي مشكلة راجل عبدالله مذكور جاي الواحده من نص الملعب زي ما يقولوا القادمون من الخلف مستريحة كورة العرضية حطها من لمسة واحدة وخلص الهدف مشكلة خط الدفاع النادي الاهلي انه ما بيدعمش من خط النص الملعب ولملعب بتلاتة في الارتكاس في قلب الدفاع والاربعة قدامه الاربعة طايرين بزيادة شوية فين هو بيتسو مسماني انا برضو في صباح الخيرين مصر هنا اول ما جي قلت هو اقل من النادي الاهلي لكن هينجح مع النادي الاهلي عنده انجازات كبيرة وحنا بنمشه بالاركام زي حد يمسك وضايا بالورق انا مليش دعوة فهوه بالاركام عامل انجازات كبيرة وفيه مشروع لي مع النادي الاهلي لكن في مثل هذه المباراة ما نفعشه مثل هذه الاخطاء ليه تقعى جمهور النادي الاهلي على عصابه في مباراة جاية عاملة زي مباراة السناغال كده في تصفية كاسل عنه يا رب العشر دا الاولى ما جيش في لاجهول طب الشوط الاول نطلع بتعادل طب هنتراجع ونعمل شركة بفعية ونلعب على الهجمة مرتدة ويا رب نكسب ونحط الهدف في الشوط الاول نلخفينهم شوية الامر صعب وليشوفنا من جمهور الوداد والوداد مع الزمالك في دور المجموعات يخلينا نعرف كويس قوي النزل الاهلي في مباراة تقيلة وكبيرة امام الرجاء في كازابلانكا يوم الجمعة لجاية اتحط في الموقف دا بسبب العبيب بسبب الاخطاء التكتكية اللي كانت موجودة بسبب بعد الطرد وكأن بيتسو موسيماني هو اللي تلخف مش رشيد التوصي المدير الفاني للرجاء المغربي وكأنه هو بقى عنده مساحة كبيرة وماشا كبيرة ومش عارف عامل بها ايه بس احنا مبارح شوفنا الرجاء بفرقة جبعية فرقة بتلعب لعب جماعي بشكل عام يعني بس ما زالت عندها مشكلة في غياب الباكليفت ما في الماء فبكن نلعب على دي يعني دي تكون صغرة لنا اللي احنا نقدر اللي احنا برضو وقال نزالك انا ذكرت محمد هاني انه بيدافع بس ما بيهاجمش طبع انت عندك فرصة كبيرة او من ناحية المين وحتى لما نزلت افشا موت اخر طيب خلص انت كان ممكن تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد وتخلي افشا كنصان على العب من البداية هيديك حلول اكبر هجومية